تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود المزيد يطلعن عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من مدينتي العريش ورفح المصرية نتحدث عن إدخال المساعدات الإغافية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة ولكن خلال الأيام الأخيرة منها أمس واليوم لم تدخل أي من الشاحنات الإغافية المختلفة بالأمس كان الجمعة وعرقلت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات الإغافية عن طريق معبر كرم أبو سالم بسبب القصف المستمر بجانب كرم أبو سالم بشكل عام وعدد من الحجج المختلفة التي تتحجج بها قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات الإغافية بالطبع هذه المساعدات الإغافية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بالطبع تؤثر بشكل مباشر على أشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة فعاد مرة أخرى شمال قطاع غزة إلى حافة المجاعة حسب الأونر وحسب أيضا اليونيسيف واليونسكو وأيضا عدد كبير من الأطفال قاربوا على الموت أو الاستشهاد بسبب المجاعة نتحدث عن استمرار أيضا للقصف المستمر على رفح الفلسطينية وأيضا استهداف الأماكن المجاورة للمستشفيات مما منع دخول المستلزمات الطبية إلى المستشفيات وقرجت أكثر من 80.85% من هذه المستشفيات عن الخدمة تماما اليوم أيضا هو يوم السبت وقوات الاحتلال هي إجازة رسمية في الناحية الأخرى لذلك تمنع دخول المساعدات على الإطلاق وتمنع دخول المساعدات الإغافية والمستلزمات الطبية وحتى شاحنات البترول التي منفترض أن تدخل للمستشفيات المختلفة فتمنع دخولها إلى الناحية الأخرى كل هذا لا يمنع من استمرار وجود هذه الشاحنات متوقفة فيها العريش ورفح ومستعدة للدخول إلى الناحية الأخرى لتخفيف يعني عن كاه الأشقاء في قطاع غزة هذه الإبادة الجماعية التي تحدث بحقهم هنا من الصورة من العريش ورفح والآن أعود عليكم مرة